السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع عباده المؤمنين يحفظنا وياكم بسبع المثاني والقرآن العظيم وباسمائه الحسنى وبصفاته العلا وبعد ايها الاحباب موضوعنا لحلقة اليوم كورونا تدشن لمغرب جديد ما نراه وما نسمعه وما نلمسه هذه الايام في مغربنا الحبيب مما يسعد القلب ويبهج النفس لقد ظهر بصدق بان المغرب عنده رجاله وعنده نساؤه وعنده حكامه وعنده اهله بكل صراحة افتخر بمغربيتي وحق لكل مغربي ان يفتخر بوطنيته الى عهد قريب لما سمعنا هذا الوباء المتفشي وباء كورونا قلنا ربما انه سوف يؤدي الى صحوة دينية لان الناس سيستشعرون بانهم مفرطون في جانب الله تعالى وسوف جميعا نستغفر المولى وسوف نتوب اليه وسوف نعود الى رشدنا الكل يتوقع بانه سوف تحدث صحوة دينية ايمانية ربانية فطرية طاهرة بعيد كل البعد عن المزايدات السياسية والاديولوجية لكن ما لم يكن في الحسبان ان كورونا سوف يدشن لعهد جديد للمغرب سوف يبعث الروح الوطنية من جديد سوف يجعل المغاربة يفتخرون بمغربيتهم الى عهد قريب كنا نسمع التعليقات حول الحكومة وحول الوطن وحول الدولة تعليقات سلبية لكن ما نشهده هذه الايام جعلنا نقفز خطوات الى الامام وجعل المغاربة يستشعرون كلهم بانهم جسم واحد ويفتخرون بقيادتهم ويفتخرون بحكومتهم ويفتخرون ببرلمانهم ويفتخرون بكل رجالات هذا الوطن حتى ان العالم الان صار ينظر الى المغرب كتجربة فريدة لقد سجل اليوم اشادة دولية بنهج المغرب انه نجح الى مستويات بعيدة من خلال الجهود التي يقوم بها لتطويق آفة الكورونا في المهد وفي داخل الوطن نلاحظ الحمد لله اجمع وطني ايضا اجمع لكل الاطياف ما بقى شعدنا احنا ييمين ويسار ووسط ما بقى شعدنا متشددين ومتوسقين ومتسهلين سرنا كلنا المغاربة يد واحدة فكرا واحدة قلبا واحدة نفسا واحدة لقد صار هناك اجماع وطني على مواجهة هذه الجائحة والكل يعبر عن اعتزازه بالخطوات ويتابع بنجاح هذه المبادرات المتتالية لجالة الملك على وجه الخصوص ثم للحكومة ولكل رجالة المغرب اشاد عبر العالم بهذه الاجراءات والكل مدى يقول في العالم يقولون المغرب فضل شعبه على اقتصاده هذا هو العنوان الذي يتردد في الصحف العالمية في القنوات العالمية وفي المحافل العالمية اذا ذكر المغرب مدى يقولون المغرب فضل شعبه على اقتصاده لانه منذ البداية حكومة المغربية اتخذت قرارات صارمة وهادف غايتها الحفاظ على صحة المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لكن فضلت صحة الشعب على صحة الاقتصاد ولكن بماذا سوف يعيش الناس وهنا جاءت المبادرة الملكية السامية بصندوق المواجهة لهذه الافة فظهرت قيم التضامن وقيم التآذر والتعاضد قوية جدا لم نكن نتوقعها بصراحة بصراحة لم نكن نتوقع هذا الكرم وهذا الجود وهذا العطاء وهذا السخاء انه شعور وحس وطني عالي ابان عنه الشعب المغربي بكل اطيافه وخصوصا الطبق القائدة الحمد لله هذا الصندوق اللي الكل كان ينظر اليه ويبدو بانه لن نستطيع ان نصل الى الى ربع المبلغ المرصود اللي هو عشرة مليار درهم في يوم واحد الصندوق نهز خمسة وعشرين مليار درهم هذا مبلغ كبير اذا بغيت تحسبه بسونتين غدوخ خاصك واحد ستردل الاصفار باش ممكن تفهم هذا الرقم رقم كبير جدا هذا الرقم لو اننا احتجنا له اه ربما في ديون خارجية كان ما هي وما لونها تدخل اجنبي واملاءات اجنبية لكن المغاربة بتضامنهم وبسخائهم كل من موقعهم مؤسسات واشخاص واثرياء وفنانون واشكال والوام الناس لا نحصيهم الكل ساهم وفي اقل من يوم تم جمع هذا المبلغ الكبير والكبير جدا غايته اننا نغطي النفقات المتعلقة بالمنظومة الصحية وايضا لدعم الاقتصاد الوطني وايضا لما يتعلق بمناصب الشغل وكل ما يتعلق بالتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الافاة ديالكورونا حتى ان احدى القنوات الانجليزية خصتت روبرتاجات مطولة للمغرب قالت هذا البلد الذي كنا نظن بانه من الدول النامية وانه من الدول السائرة في طريق النمو او لنقل من دول العالم الثالث صار دولة رائدة لقد استطاع بالاجراءات الشجاعة والذكية والاحترازية والاستباقية انه يقوم بحصر هذا البوابع الى نسب مهمة للغاية منذ ان ظهرت الحالة الاولى في المغرب صارع المسؤولون لاغلاق المجال الجوي وخطوة كبيرة لمنع وسائل النقل منع التجمعات في الاماكن العمومية غلق المدارس والمقاهي والمطاعم والحركة السير تخفف حتى المساجد المساجد التي هي بيوت الله تعالى خوفا على صحة المواطنين تم اغلاقها في خطوة لان الناس يسردون في بيوتهم كل هذا تجنبا لاستفحال هذه الكارثة ولقدر الله لن نصل باذن الله الى العزل الاجباري اذا وصلنا العمل بالتوجيهات الرشيدة والتدابير الاحترازية التي نسمعها ليل نهار في مختلف القنوات والادعات ووسائل الاعلام فالحمد لله المغرب استطاع في هذه الضرفية ان يعبر على انه يتمتع بصحة وعافية جيدة وان الحس الوطني والروح الوطنية بدأت تتأجج في قلوب الشباب وفي قلوب الرجال والنساء على قدم سواء وهذا ليس بالجديد هذا ليس بالجديد فالمغاربة عرفوا عبر قرون خلت انهم امام الازمات القوية يبعتون من جديد من يقرأ تاريخ المغرب غدرق بان الفترة التي ينبعت فيها المغاربة اقوية هي فترة الازمات قد يكون هناك نوع من الضعف ونوع من التفرق ونوع من الهشاشة ولكن ما انتقع ازمة حتى تجد المغاربة ينبعتون من جديد اقرأوا التاريخ القديم والتاريخ الحديث على سبيل المثال من لا يذكر واقعة نفي المغفور له محمد الخامس طيب الله ترى لما تم نفيه الى كرسكة ما الذي وقع في المغرب لقد قام المغاربة على بقرة ابيهم ووضعوا اليد في اليد وانبعتت روح المقاومة وكان هناك نكران الدات واستطعنا في وقت وجيز ان نلتحم من جديد ونتقوى ونطرد المستعمر الغاشم الذي جاء آنداك لنهب خيرات البلاد واستعباد العباد فحدث مهم للغاية من منا لا يستحضر واقع الذي وضعه المغفور له الحسن الثاني لما نادى بالمسيرة الخضراء المدفرة التي حيرت العالم قبل المسيرة الخضراء كان هناك اوضاع وكان المغاربة يشعرون بنوع من النقد ومن الاستياء ولكن ما ان انطلقت المسيرة الخضراء المدفرة وكان قائدها الملهم عليه رحمة الله تعالى المغفور الحسن الثاني الذي وقع وان المغاربة من طنجة الى القبيرة صاروا يدا واحدة وصاروا قوة واحدة وهكذا تاريخ المغرب لعل كورونا رغم انها فيروس خطير يبدو انها تحمل معها مبشرات وتحمل معها احاءات ايجابية وصدق من قال ربى ضارة نافعة هذه مبادرات مهمة مطمئنة تبعت على السقينة ما نراه الان من تصرفات الحكومة والبرلمان ورجال الوطن على اختلاف اشكالهم انها تزيد في روح التضامن والاخوة لدى كافة المغاربة بالداخل والخارج هل تتوقعون ايوا الاحباب الكرام ان مغاربتنا بالخارج في فرنسا في اسبانيا في ايطاليا في بريطانيا في دول الخليج في امريكا في كندا في افريقيا يتابعون ما يقع في المغرب على انه رائد قالوا يريتنا لو كنا في المغرب لان المغرب استطاع ان يتقدم خطوة الامام اكثر من دول اوروبية متقدمة لقد فقى المانيا وفقى اسبانيا وفقى ايطاليا وفقى بريطانيا في هذه الخطوات الايجابية والحمد لله ننوه بالروح الوطنية القوية والتعب العالية التي ابنت عنها كل اجهزة الدولة السلطة العمومية لعبة دور كبير تحية كبيرة الى القوات الملكية المسلحة والى الدرك الملكي والى الامن الوطني والى القوات المساعدة والى الوقاية المدنية ربما قبل هذا الواقع كان بعض الناس اذا سمعوا هذه المسميات يشعرون بقلق او يشعرون باستياء او لا مبالات او ربما قد ينتقدون بعض هذه الاجهزة لكن اليوم الكل مجمع على ان ما تقوم به القوات الملكية المسلحة وما يقوم به رجال الدرك الملكي وما يقوم به رجال الامن الوطني وما تقوم به القوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية شيء مذهل انهم يقومون بمجهود كبير اذا كان كل اصحاب الادارات والموظفون الان في بيوتهم الان مع اسرهم فان هؤلاء الرجال المذكورون كلهم الان في الشوارع وانهم الان في القرى وانهم الان يفترشون التراب ويتغطون بالسماء قياما بالمهام السامية المنطبهم يصهرون على امن وسلامة هذا البلد فتحية كبيرة لكل هؤلاء الرجال ونخص بالذكر رجال قطع الصحة اكثر الرجال الذين يستحقون من الاحترام والتقدير هم رجال ونساء قطع الصحة هؤلاء لعبوا دورا كبير جدا لانهم في المقدمة في المقدمة لمواجهة هذا الوباء وتحية كبيرة ايضا لكل المصالح الجماعات الترابية والمصالح الادارية اللي كتنخارط في التعبئة الوطنية كيمشيوا الاسواق وكيرفعوا المكبر الصوت وكيعطيوا التعليمات وكيعطيوا التوجيهات من المقدم للشيخ للخليفة للقيد للباشا العامل كل واحد يقوم بدوره في هذه المهام غايتهم وهو الحفاظ على سلامة وأمن البلاد وهذا الأمر يذكرنا بالحديث النبوي الشريف ما يسمى بحديث السفينة حديث السفينة ما هو؟ قال الصلاة الله عليه وسلم مثل القائمين على حدود الله والواقعين فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى الأعلى فقالوا هل خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤدي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا هذا حديث نبوي شريف من دلائل النبوة تدل على أن سيدنا النبي أنه رسول من عند الرحمن يصف هيكلة الدولة الدولة ما هي الدولة الدولة هي شعب وحكومة وقيادة عليا شباه النبي صلى الله عليه وسلم بالسفينة سفينة عملاقة هذه السفينة البعض كان في الأعلى والبعض في الأسفل يعني هناك طبقة عليا تحكم وهناك طبقة سفلة وربما وضعيتها متواضعة لكنوا في الأسفل إلي بغوا ياخذوا الماء من البحر ماذا يفعلون يصعدون إلى الأعلى وكيرميوا دلوديا لهم ويستقون وهذا أمر متعب إلي بقوا يطلعوا يعودوا ينزلوا يتعبوا فاتفقوا فيما بينهم قالوا إحنا نخرقوا خرقا في نصيبنا إيك إحنا الطبقة السفلة خلينا نقوم بخرق في نصيبنا ونقلوا علينا الطبقة العليا فتسوروا ما الذي سوف يقع إلى الطبقة السفلة قامت بخرق السفينة من الأسفل لكي يستقوا الماء يسجيوا من الماء أشهد يوقع السفينة سوف يقع لها ما وقع لتيتانيك سيغرق الجميع ولكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا نحن كالقودوة العظمى مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا كيقولوا بأنهم فضلوا اقتصادهم على شعبهم أن العرف الخطر كين وباقي مازال الترسانة الاقتصادية تستمر وتركوا المقاهي والمطاعم والشركات والإدارات والمدارس والمعاهد شغالة لأن فيها مصالح مادية قدموا اقتصادهم على شعبهم ما الذي وقع الأرقام مخيفة بل مدهلة في أوروبا لكن المغرب هذا البلد الذي هو في حماية الله ربنا سبحانه وتل ألهم قائده بأن نقدم الشعب على الاقتصاد فتحية كبيرة خصوصا لجنود الخفاء الذين يعملون بالليل والنهار واحد الفكرة أن هؤلاء الناس وإحنا جئين كالقوهم رجال الدراك والشرطة كالقوهم أحيانا بدون كمامات ولا قفزات مع أنهم في مواجهة هذا الخطر والسبب هو أن الناس اقتنوا الكمامات والقفزات رغم أنهم ليسوا في حاجة إليها اللي في حاجة الكمامة والقفزة هو اللي في مواجهة الخطر أما اللي في البيت ديالو اللي عنده حركة خفيفة لا داعي فهذه وحد النداء أننا نترك هذه الكمامات القفزات يستفيد منها هؤلاء الناس لهما في مواجهة الخطر ويجعل حياتهم عرضة للإصابة أيضا أيها الأحباب الكرام كل هذا نشجع كذلك ونشيد بالوعي الذي عبر عنه المواطنون المواطنون في المدن وفي القرى على حد سواء إلى حد بعيد لقد عبروا عن امتتالهم للتعليمات الاحترازية هناك مدن رأيناها شبه فارغة والناس كلهم يشعرون ولله الحمد بأنهم رغم الظروف الاقتصادية ولكن هذه الامتتال للتعليمات والإرشادات سوف تحد من انتشار هذا المرض وتطويقه وفي القريب العاجل إن شاء الله سوف نكون في وضعية حسنة بإذن الله مع العلم أن هناك تباشير خير بأن اللقاح قريب سوف يحصل اللقاح قريب يقال بأن هناك لقاح للحصبة أو ما يعرف بوحمرون قريب من لقاح كورونا وسوف يظهر في القريب العاجل عندنا اعتقاد جازم بأن هذه الغمة سوف تنقشع وسوف نعود جميعا إلى سابق عهدنا ونكون قبل أن تمر هذه الأزمة نكون قد تعلمنا مجموعة كبيرة من الدروس ومن العبر فقد تعلمنا بأن الدولة هي تضامن بين القيادة والشعب تعلمنا بأن النجاح يكون بالرهان على قطاع الصحة وعلى قطاع التعليم وأيضا قطاع الأمن والجيش هذا يؤدي إلى حماية الدولة وصيانتها وما ينبغي أن نصي به أحبابنا الكرام وهو أننا لابد أن نلتزم على قدر ما نستطيع بالمكوت في منازلنا وأن نشتنب الأماكن المكتدة ربما ابتداء من الغد الخميس ستكون إجراءات صارمة سوف يقوم بها المسؤولون في القطاع الأمني وقطاع الدرك الملكي والسلطة العمومية لكي نمنع التجوال لما عنده غرض يعني اللي غد يكون عنده غرض إما ذاهب إلى عمله من أجل عمله أو من أجل أن يتبضع لحاجة ضرورية هذا لا بأس ولكن كل من يريد أن يخرج فقط للتجوال أو للترصد هذا مضيع للوقت ويعرض نفسه للخطر وعائلته وجيرانه ومقربي للخطر ابتداء من الغد إن شاء الله سوف يكون هناك إجراءات أشد سرمة لكي نمنع مثل هذه الحركات والغاية إن شاء الله هو أن نحافظ على سلامة وأمن الجميع المجتمع فعلينا أن نلتزم بيوتنا وأن لا نخرج إلا للضرورة على الأقل لنلتزم بالحكمة دي النملة الحكيمة النملة الحكيمة ما هي اللي كان في عادي سيدنا سليمان لما كان سيدنا سليمان مع جيوشه غادي في الطريق بوحد القوة والنملة شافت الخطر قادم ماذا قالت لإخوتها من النمل قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل قال حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في هذه الآية الكريمة أنه إذا كان هناك خطر لابد أن نلزم بيوتنا حتى لا نقع في مكروه فهذه النملة تقول لأخوات من النمل يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم ونحن نقول لكل أفراد شعبنا العزيز لابد أن ندخل إلى بيوتنا لكي نبتعد عن دواء الخطر لا نخرج إلا للضرورة وسوف نكون إن شاء الله على قريبا قريبا في أمن وأمان وسوف نتجاوز هذا الخطر في القريب العاجل لكن لما كنا نتكلم عن هذا الصندوق الذي امتلأ الآن والإجراءات الطبية بقيت حاجة واحدة هي التي تؤرق الكثير من أفراد الشعب وخصوصا الطبقات الفقيرة والأحياء الشعبية والناس الضعفاء فسمعنا بأن الوزير المالية والاقتصاد يبشر بأن الصندوق عمر 25 مليار درهم وسمعنا أيضا بأن المواد الاستهلاكية متوفرة كثيرة جدا وتكفينا لمدة أربعة أشهر لا داعي للقلق الناس اللي يبقى وشريو 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 ركدروا خطأ كبير البضاعة تبقى عندهم متراكمة وتنتهي الصلاحية ديالها وغد يرميوها وغد يحرمو إخوانا لهم منها فالتمويل متوفر والسيولة متوفرة لكن المشكل الوحيد والأوحد اللي لا استطعنا أننا القولي حل ممكن أننا سوف نصل بالروح الوطنية إلى أعلى مستويتها ممكن أننا سوف في المستقبل القريب سوف ندرس في مادة التاريخ والجغرافية وندرسها لأبنائنا في الباكالوريا بأن زمن الكورونا زمن عظيم وزمن فيه محاسم وفيه إيجابيات كثيرة إذا استطعنا أن نقوم بها ما هو هذا الأمر وهو عن القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء المواطنين اللي كيقوموا بأعمال بسيطة اللي كيخدموا كفراشة أو اللي عندهم باع متجولين أو اللي كيخدموا الشغلات في البيوت أو اللي مستخدمين في المقاهي والمطاعم والحمامات أو اللي هما ميومين كيف كان قولوا طالب معاشو دا كيكون ألا طاش طالب معاشو عنده خدمتو كيربع خمسين درهم ربعين درهم خدم كي يأكل ما خدمش ما يأكلش كان هو مستأنس يخدم نهار يغيب نهار لكن الآن ربما غد كن أسبوع أسبوعين أو شهر فما دعسه أن يفعل وهنا هذه الطبقات الكثيرة تتساءل ما هي التدابير التي ينبغي أن نتخذها لكي نقوم بإيجاد حلول لهذه الفئة لابد من اتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية خصوصا للأسر المغربية المعوزة اللي عند أفراد متعددين لابد أن نخفف عنهم من الآثار السلبية لهذا الفيروس والحمد لله والشكر لله اليوم نعقد البرلمان ولأول مرة بعد غياب طويل كالقول البرلمان يعبر عن نبض الشعب والبرلمان يفكر في ما يرغب فيه الشعب ما سمعناه اليوم في الجلسة البرلمانية مهمة للغاية وما يتداول أنه إن شاء الله تعالى ذاك الخوف على الطبقات الفقيرة والمعوزة غير موجود سوف يتم بإذن الله قريبا دعم صندوق التماسك الاجتماعي لكي نحارب به الفقر والحاجة والهشاشة للمواطنين برنامج تيسير اللي كان من قبله كتوقف سوف يتم دعمه بقوة في العالم القراوي أيضا الأشخاص دول احتجاد خاصة اللي دائما كان سمعهم كي يطلبوا المساعدة وظروفهم صعبة سوف يتم دعم هؤلاء الأشخاص كذلك الأرامل الأرامل اللي هما يكونوا ما كيش عندهم الزوج أو ما يسمى بصندوق التكافر العائلي سوف يتم دعمه بإذن الله كذلك المساعدة الطبية الرميد اللي كيسموها بأنها شاك من غير رصيد هو عنده البطاقة ولكن لا تساوي شيء سوف يتم دعم نظام المساعدة الطبية بل أكتر من هذا الأسر المعوزة اللي كتشكاء من غلاء الفاتورة دي الماء والكهرباء سوف يتم إعفاء الأسر المعوزة من آداء هذه الفاتورة بل أكتر من هذا الناس اللي كيقولوا عندهم التمدرس عن بعد وكي المشكل دي الانترنت سوف يتم تعميم مجانية الانترنت بالنسبة للتلاميذ من أجل متابعة الدراسة عن بعد لأن بعض الأبك يقول لك وده ملقيت خبز وأتي عدغش للانترنت كن مطمئنين إن شاء الله هناك إجراءات وهناك مجموعة من التدابير بشي كل الانترنت مجانا للتلاميذ من أجل تمدرس وأن يعمم في البوادي والقرى والجبال والفياف وفي كل مكان أكتر من هذا نحن كان غارف بأن خطر كبير ذي الوحد فئة من مواطنين لهم خوتنا وإحبابنا لهم المشردون وما أكترهم الوزارة المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمستوىة والأسرة قامت بإحصائهم السنة الماضية والقصد بأن عدد المشردين حوالي خمسة آلاف مشرد في المغرب منهم شيء 300 طفل يجبون الشوارع المملكة مع أن الجمعية تعلق المجتمع المدني لقامة الإحصاء بنفسها الجمعية تتقل رقم آخر مخيف كتقول لك عدد المشردين في المغرب حوالي أكتر من هذا العدد أطفال الصغار تقرب 31 ألف طفل مشرد هذا خطر كي تتدد الأشخاص يبقوا هكذا في الشوارع وهم يفتقرون إلى مواد التنظيف وما عندوش القدرة بش يوصلوا المرافق الصحية يتوضعوا يغسلوا دير الصابون ودير المعاقم ما عندوش شكل غد يقوم به خس لا بد من تدابير استثنائية لحماية هؤلاء المشردين والحمد لله اليوم البرلمان سمعناه بأنه سوف يقوم ب وحد العمل غد يكون جبار جدا لفائدة هذه الفئة من أبناء المجتمع سوف يتم احتضانهم وسوف تهيئ لهم المؤسسة الرعاية الاجتماعية ودور العجزة ودور الأيتام سوف تفتح بإذن الله الواحد الأحد لاحتضان هذه الفئات بل من من قال هذه فرصتنا المدارس فارغة والمساجد فارغة لماذا لا نقوم بتعقيمها نعقم المساجد ونعقم المدارس ولا قدر الله شي مشاردين نحطهم هنا نحطهم هنا واحتى المستشفيات احنا ما محتاجين بناء مستشفيات جديدة كبيرة اللي كين موجود نحن نغير الآليات الصحية ولا قدر الله وقع شي حاجة بحل لا قدر الله نحفظ الله السلام ولا عافية الصين بنات مستشفى شي أسبوع احنا عدنا المساجد مفتوحة الآن ممكن استغلالها وما ننصوشنا ان شاء الله اجراءات كلها تبشر بالخير حتى الشباب العاطل الشباب العاطلين ان شاء الله هذا الصندوق اللي اعمر سوف يقوم بدعم المبادرات المقاولات للشباب غادي يقوم بالتدعيم ديالهم باشا يكونوا عندهم قدرة على الانتاج رغم ان الاقتصاد يهبط غنطلعوه بان نتضامن ونتكاتف ونخلق البديل وهذا الصندوق ان شاء الله غيزيد في الدعم دياله لانه وصلنا وكيد حساب بنكي اللي غد يسهم فيه الجالية وعموم الشعب مع العلم بان هات الصندقرة في واحد الحراسة مشددة ربما الصندوق السابقة وقفات لعوب او اياد امتدت اليها هذا لا هذا حالة استثنائية في شفافية وفي حراسة مشددة غايته هو تقليص الفوارق الاجتماعية بين ابناء الشعب هذا مطلب كبير كانت كتنادي به الاحزاب والنقابات تقليص الفوارق الاجتماعية لا اشتراقية ولا ولا رأس مالية تكون وغد تكون شاء الله تعالى وتقليص الفوارق المجالية ما كاش مغرب نافع ومغرب غير نافع المغرب واحد كل ابناء المغرب واحد الكل يستفيد على قدم المساواة والفقير هو اولى من الغني ثم هاد هاد يكون برنامج اخر استعجالي لمكافحة اتار الجفاف الجفاف الناس يقولوا اشتمكناش ولكن ربي عز وجل غادي سهل والفلاح نقولوا لي ما تخافش الفلاح الصغير غادي يوصل عنده الدعم وغادي يوصل عنده ان شاء الله تعالى كل خير وهناك من يفكر بان نبدأ من الان بقفة بحال قفة دي الرمضان كنديرها من رمضان رمضان دابة بعض الاسر المعوزة لمن قمتها كل ان غلاء بعض المواد بعض المحتكرين كيغليوا الاسعار فلم لا نقوم بالقفة مثل قفة رمضان نقوم بتوزيعها على الاحياء الشعبية الضعيفة على الاسر الفقيرة مع العمل على مواصلة وضمان دوريات وحملات المراقبة دي الاسعار والاسواق الاسبوعية بش يكون واحد النوع من الاحترام دي القوانين ويبقى المواطن كيشعر بانه في وضعية مباركة فالحمد لله هاتش اللي كيوقع علينا هو مغرب جديد يولد مغرب جديد يولد وعي كبير عبرت عنه القيادة الرشيدة المتمثلة في صاحب الجلالة محمد يستلث حفظه دورا عاه عبرت عنه الحكومة الموقرة عبر عنه البرلمانيون عبر عنه رجال الامن والدرك والعسكر والقوات المساعدة وغيرهم وعبر عنه الموظفون وعبر عنه بالخصوص بالخصوص الاطباء والممردون والصيادلة وايضا عبر عنه كل افراد الشعب فتحية كبيرة الى الوطن الغالي تحية كبيرة الى ملك البلاد تحية كبيرة الى الشعب المغربي وسوف نغني قريبا بصدق ويقين ونقول بأعدى أصواتنا عيشي عيشي يا بلادي عيشي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة